مرحبا رجعنا لكم بحلقة جديدة من كتاب ديسكوفر كندا هذه الجزء رح يكون شوي طويل وعشان هيك الهيستوري طويلة شوية فأسمناها لجزئين فرح يكون ثلاثة واحد وثلاثة اثنين تابعونا وان شاء الله تستفيدوا يعطيكم العافية وان شاء الله زي ما تشايفين رح يرجع للقسم الثالث في ديسكوفر كندا كنيديان هيستوري تاريخ تبع كندا رح يكون هذا طويل شوية فعشان هيق قسمته على قسمي فانتبهوا لعشان بيبدأ بصفحة 14 طبعا الكنديين اللي كانوا عايشين هون او الناس اللي كانوا عايشين هون بسموهم وكانوا عايشين دائم معظم حياتهم على الهانتنج والصيد والصيد الأسماك والصيد الحيوانات والزراعة والأمور هاي وكتير منهم كانوا عايشين على الأبقار اللي هم البافالوز بسموهم في نورث أمريكا يعني نوع من أنواع الأبقار في منهم عايشين على السمك بعملوله تنشيف وتدخين فهذه هي كانت حياتهم الآن يجيك جزء كبير من الأوروبيين على كندا وللأسف جابوا معهم أمراض طبعا بالنسبة للرشح بالنسبة للنيتف كان فيروس خطير جدا وفي كتير منهم ماتوا لأنه ما عندهم مناعة ما عندهم ما عندهم فهذا أدى إلى موت عدد كبير منهم على الفايكينغز هم أول ناس يجوا طبعا كانوا يروحوا يتنقلوا يجوا خاصة على منطقة نيوفاونلاند الأول واحد هذا لازم تحفظ اسمه جاك كارتيير هو كان أول أوروبي يجى على سان لورانس ريفر اللي هو جنب كبيك سيتي و مونتريال وشاف الأماكن اللي هي بين كبيك سيتي و مونتريال بعدين اليوريبيان في 1497 هذا لازم تحفظوا التاريخ يجى شخص اسمه جون كابوت جون كابوت برضو اسم مهم عمل أول ماب لا إيست أوف كندا كوست فأول ماب لا كندا إيست كوست عمله جون كابوت في 1497 بين 1534 و 1542 جاك كارتيا اللي حكينا عنه هلا عمل اللاند أو سماها اللاند التابع على كينغ فرانس الأول كينغ فرانسيس الأول وملك فرنسا و جاك كارتيا عمل هذه الأرض الفرنسية أو سماها كناتا لأنه سمع هذه الكلمة من هي عبارة كناتا كلمة من النيتف من إيريكونز معناها قرية ولكن سماها كناتا فسنة 1550 تاريخ مهم جدا إجا نيم كندا على الخريطة 1550 إجا اسم كندا على الخريطة الآن الفرنسيين طبعا هم أول من دخلوا هذا المنطقة وفي سنة 1604 1604 أول ناس يسكنوا هنا كانوا يجوا بس يكتشفوا روحوا بس سكنوا 1604 طبعا معظم هم كانوا فرنسيين يجوا على منطقة اسمها أكيديا اللي هلا بسموها نوفا سكوشيا وبعدين في 1608 تحت شايفينها 1608 واحد اسمه شامبلين اللي هو سماوية شامبلين هذا مهم اسمه بلد أول مدين في نورث امريكا أقدم مدينة تسمى كيبيك سيتي هلا اسمها كيبيك سيتي تعتبر من أقدم مدن نورث امريكا بناها شامبلين احفظ هذا الاسم في 1608 طبعا شامبلين لما يجا يعمل معاهدات فعمل معاهدات مع النايتف اللوكل النايتف اللي هم القنقوين و مونتا جنيز و هرنس هدول العمل معهم معاهدات وصاروا حلفاء له لكن الاركوز هم كانوا أعداء له فكان في دايما حرب بينهم مع الاركوز ضلت هالحرب منذ طويلة بس أنهتها فرنسا في عملة اتفاقية سلام في 1701 1701 أول اتفاقية سلام كانت الآن الفرنش والأبورجينال كانوا مهتمين كتير بتجارة الفرو اللي هو Fair Trade Economy والبيفرد هدول الشغل تاني اللي كانوا جيبوهم من كندا كانوا جيبوهم أشياء من العام في اتفاقية أسماهم مهمة اللي هو جانتلون و بيشب لفال هدول اتنين بدأوا في عمل معسكر او بلد فرنش امبير في نورث امريكا هم اللي بدأوا في يثبتوا قواعد الامبراطورية الفرنسية في امريكا الشمالية جانتلون و بيشب لفال ننزل لتحت الآن كينغ تشارز الثاني اللي هو ملك انجلترا في 1670 عطى حقوق التجارة لل الفير والبيفير بيلد لهدسون باي مشهورة هاي الشركة في كندا هدسون باي لمية سنة وكان المكان تبعها او المقر الاساسي تبعها في مونتريال الآن في السبعينيات او في القرن الثامن عشر 1700 البريطانيين والانجليز كانوا دائما في حرب انتقلت هاي الحرب في نورث امريكا في 1759 البريتش فازوا على الفرنسيين يعني 1759 البريتش فازوا على الفرنسيين في معركة مهمة في مدينة كيبك اسمها بلينز اوف ابراهام في مدينة كيبك بلينز اوف ابراهام وكانت انه بذلك السيطرة الفرنسية على نورث امريكا يعني قبل 1759 الفرنسيين كانوا مسيطرين على نورث امريكا من 1604 اذا ترى ترى التاريخ الى 1759 يعني حوالي 150 سنة انه السيطرة وفازوا عليهم في هذه المعركة هلا جيمس وولف ومونت كالم ماركس دمونت كالم هذول الاثنين كانوا جيمس وولف البريطانيين ومونت كام تبع الفرنسيين اثنين ماتوا كانوا الليدرز بها المعركة بيعتبروا هيروز بالنسبة للجيشين الآن بعد ذلك بعد ما فازوا البريطانيين كونوا شغلة اسمها Provence of Quebec هذا الاسم التاني لكندا اول شي كان اسمها كندا رجع Provence of Quebec رح تلاحظ التغير اسم كندا عدة مرات Provence of Quebec اللي هو الفرنسيين كاثوليك كانوا يسموهم الفرنسيين الكاثوليك كانوا يسموهم الهابيتنس أو السكان الهابيتنس هو العبارة عن العايش هون أو كينيديينز الاسم الفرنسي للكينيديم والإنجليش البروتوستانت كانوا هم اللي حاكمين وطبعا القوة العظمى كانوا الآن الترديشن of accommodation في هذا الوقت صار فيه اكت مهم اسمه كيبيك اكت احفظوا هذا التاريخ 1774 كيبيك اكت هذا الكيبيك اكت اعطى الفرنسيين حقوق العبادة الريليجيس فريدم فور كاثوليك الفرنسيين الكاثوليك و اعطاهم انه بقدروا يعيش وياخد وياخد بالوظائف الحكومية وخلاهم يقدروا يستخدموا الفرنسي بس تحت الكريمينال بريتش لوه ثلاث شغلات ريليجيس فريدم وياخد الفرنسي سيفل سيفل الريليجيس الكيبيك اكت مهم اوكي هلأ نرجع الامم او امريكا في 1776 13 ولاية بريطانية كانوا تحت حكم بريطانيا في جنوب كيبيك جنوب كندا قرروا انهم يستقلوا عن بريطانيا ويسووا شيء اسمه الولايات المتحدة يونيتد ستيت ساعدين نسموهم يونيتد ستيت امريكا اوكي عشان هيك اللي قاموا بالثورة على البريطانيين في حوالي 40 الف شخص منهم لوياليست يعني معطين انتماؤهم للحكم البريطاني هالدول اللوياليست قرروا انهم ينتقلوا من اللي هلا بنحكي امريكا ويروحوا على الشمال اللي هي كندا او كان بسموها بروفينس أوف كبير انتقلوا هذول اللوياليست في واحد مهم اسمه جوزيف براند جوزيف براند هو جاب كتير مع ناس منهم نيتف اللوياليست ومنهم امريكا اللي صاروا بعدين دخلوا في كندا فجاء منهم حتى دوتش و جيرمن وسكنديني وابورجنال في مناس كتير من هذول في تلات ألاف من هذول اللوياليست كانوا بلاك سود طبعا ليش لأنه هون كانوا بحاولوا انهم يوقفوا الاستعباد أو العبودية وعشان هيك حاولوا يهربوا من أمريكا الآن في 1792 هذول البلاك نوفا سكوشيا أو السود في نوفا سكوشيا سووا عدة مدن منها سيراليون أو وست أفريكا في بريتش كولوني فلازم تعرف انه في 40 ألف ليوليست يجوا من أمريكا قادهم جوزيف براند وكان منهم 3000 أصود الآن الصفحة اللي بعدها راح نشوف بداية الديمقراطية بداية الديمقراطية بدأت في كندا لما عملوا أول انتخابات وتكوين زي برلمان بسموه أسمبل أول واحد كان في هاليفاكس نوفا سكوشيا في 1558 بعدها لحقته برينس إدوارد آيلاند في 1773 و نوفا برانزويك في 1785 طبعا هنا الأكت الثاني أول كان اسمه كيبيك أكت هذا الثاني هذا مهم جدا إذا تذكروا هون الكيبيك أكت ما تنسو هذا الكنستوشنال أكت كان في 1791 هذا مهم جدا الكنستوشنال أكت اللي هو قسم كندا كندا لشغلتين أبر كندا ولور كندا أبر كندا ما إنه في الخريطة لو بتطلع الفوء اللي هي كيبيك وتحت أنتاريو بس للأيام ما بعرف ليش شافوها أنا أي أبر كندا اللي هي أنتاريو ولور كندا اللي هي كيبيك فيحفظوهم بالعكس إذا بتطلع الخريطة بتشوف انه كيبيك فوق بس هم كان لور كندا كبك في الأبر كندا هذه مقاطعات مجال في كبك العظام الموجودة في كبك كانوا كثوليك و العظام الموجودة في كبك كانوا كاثوليك في أكبر كندا قطع المقاطعين. الشغلة الثانية سوى اشي اسمه كندا. اعطاها اول اسمبلي اول برلمان منتخب ايكتد باي بيبول. وبعدين اجا النام كندا تو بي كيم اوفيشل. هاي الشغلة الثالثة. اول شغلة قطم الى قسمين. بعدين سوى كندا اول برلمان منتخب. بعدين الاسم سوى كندا. والشغلة الرابعة سوى جابل اطلانتك كولونيز. اللي هم حكناهم فوق. and the two canadas اللي هي كبيكو انتاريو. وسماهم كلهم مع بعض بريتش نورث امريكا. هذا الاسم الثالث لكندا. بريتش نورث امريكا. الان على الحاشين هون راح نشوف اثنين مهمين. الاول اللي هو كولون جون جرافيس. سمكو. سمكو هادا اول ابر كندا فرست ابر كندا اللي هي انتاريو. وسمكو عمل اول مدينة كبيرة. اسمها كان نيورك اللي هي هلا تورنتو. فتورنتو كان اسمها يورك. نيو يورك اللي هي في امريكا. ويورك اللي هي في تورنتو. اللي هي هلا مدينة تورنتو. اه سمكو هو اول من اه اه وقف العبودية في اه كندا. الان اه ماري اان شيد كاري. هذا اسم مهم. اه ماري كاري. اه كانت اول امرأة اه ناشطة ب اه حقوق السود. اه اوقفت العبودية برضو. اه كانت اول اشي في امريكا. بعدين لما اجت على كندا في الف تممية وثلاثة وخمسين. اه عملت اول اه 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 جريدة. وكانت سموها هادا بروفينشال اه فريمان. اه هاي الجريدة كانت عشان السود يحكوا عن حقوقهم اه اه في كندا وفي العالم. وتعتبر ناشطة في حقوق السود. طبعا زي ما حكينا في الف سبعمية وثلاثة وتسعين. اللي هو ابر كندا. اللي هي انتاريو هلا. من اه سمكو. حكينا عنه اوقف العبودية فيها. اه في الف تمامية وسبعة. اه بريطانيا نفسها منعت العبودية. اه وفي الف وتمامية وثلاثة وتلاتين اه كانت العبودية ممنوعة في كل اه 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 الامبراطورية البريطانية. اوكي. الآن اللي بعدها هذا. طبعا بدأت التجارة وبدأت التقافية. هلا هون في مونتريال ستوك اكسجنج. اللي هو سوق الاوراق النقدية افتتح هواها في الحرب اللي صارت في 1812 مرة تانية في كندا بين البريطانيين والفرنسيين صارت حرب صارت حرب مع امريكا الحرب صارت بين امريكا وكندا وفي 1812 الكنديين فازوا اوقفوا الدخول البريطاني كان في قائد اسمه تكمسه انا مش عارف شو هذا المهم احفظ هذا اسمه مهم في 1812 قاد حوالي 460 جندي وحاربوا اكثر من 4000 امريكي وفازوا عليهم في معركة اسمها شاتو غوية قرب مونتريال في 1813 هذا التاريخ مهم الامريكان اجوا على يورك اللي هي تورنتو هلأ وحرقوا البرلمان وعشان هيك في 1814 في واحد اسمه روبرت روز اخذ ناس من نوفا سكوشيا وراحوا على واشنطن دي سي وحرقوا الوايت هاوس تبعهم فهذه معروفة لي 1813 و 1814 هلأ لازم نتذكر شغلة مهمة انه هذي الحرب هي اللي عملت الحدود الكندية البريطة الامريكية البوردرز هاي راح تشوفها بالمربع اللي تحته هلا بنحكي عنها هلأ في اتنين مهمين هون على الحاشية اللي على الجنب هلين اشوف شو بنا نحكي هلا اوكي زي ما حكينا انه بريطانيا مولت هاي الحرب وساعدت الكنديين وهذا اللي سوت البوردرز الآن في واحد اسمه ايزيك بروك مع الشيف تيكموسو هذول اتنين هم اللي حاربوا بقوة ضد الامريكان على الاحتلال كندا في هذا كله هون صورتين مهمنت بلينغتون هذا اسمه مشهور و مهم في 1.814 او 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 اختار مدينة باي تاون اللي صار اسمها اوتوة باي تاون اللي صار اسمها اوتوة لانهاっていう مكان بين الشمال والجنوب و عشان هيك هو يعتبر احد الاشخاص المهمين اللي اختاروا اوتوات من الناشنال كابتال او العاصمة الفدرالية هاي مرأة واسم مهم جدا في 1813 لأورا السكند سكند معناها الثاني لكن هون علتها لأورا السكند مشت 19 مايل أو 30 كيلو احفظوا لهذا على رجليها عشان تحكي للكنديين انه الامريكان جايين يحاربوكو وهاي كان لها وقع كبير بانهم حضروا حالهم وكانوا جاهزين الآن في ثورة صارت في 1837-38 في أبر كندا اللي هم كبيكو انتاريو صارت هاي الثورة عشان يحاولوا انهم يتحدوا مع امريكا لكن ما ادروا يفوزوا وكانت ضعيفة جدا المعظمهم كانوا وهربوا من مونتريال وتورونتو وراحوا ورجعوا على الستيتس هدول الناس اللي كانوا مواليين للولايات المتحدة الأمريكية او ضد البريطانيين اوكي الآن الصفحة اللي بعدها هون بدنا نشوف انه كنا بنعرف انه جولاي 1 او 1 سبعة 1867 بدأت كندا كدولة هدول الفاذرز اوف كونفيدريشن او الاتحاد الكندي طبعا اسماء مهمة جدا سير اتن تشي باسكال تشي وسير جون اتن كارتية احفظوا تشي وكارتية هدول احد اهم المؤسسين للفيدرالية الكندية مع سير جون مكدونالز اللي هو اول رئيس وزراء كندي سير جون مكدونالز تشي وكارتية هدول الفاذرز اوف كونفيدريشن تموهم الفاذرز اوف كونفيدريشن الآن في 1840 ابر كندا او لور كندا ايجوا مع بعض وسموا شغلة اسمها بروفينس اوف كندا ذكروا بروفينس اوف كبك كندا بعدين ابر كندا لور كندا وهلا صار اسمهم مع بعض بروفينس اوف كندا اسمها اتغيرت في واحد اسمه لا سير لا فونتين او روبرت بالدون هدول عملوا اتحاد برضو بريتش كورنور توورد رسبونسو بلد هدول عملوا اللي هو شغلة الحكومة الآن في 1849 الغابرنور او الحاكم تبع يونايتد كندا لورد ايلغن مشهور لورد ايلغن ايجا وحكا انه لازم نسوي شغلة اسمها رسبونسيبول كورنور اللي هي المسؤولة امام الشعب على اللي بتسويه فهي رح مهمة جدا رح نحكي عنها هون الشخص اللي حكينا عنه هلا لفونتين كان اول رئيس وزراء وكان مهم جدا عشان اللغة الفرنسية لانه هو اول من اه تحدث عن موضوع اللغة الفرنسية في كندا اه هذي صورتهم الآن الاتحاد الكون فدريشن في 1864 ل 1867 هذي الثلاث سنوات كانوا بتناقشوا عن الاتحاد اجت نوفا سكوشيا لازم تحفظ اربع مقاطعات مهمات نوفا سكوشيا نيو برانزويك وبروفنسيز اف كندا اللي هم انتاريو كيبيك اتحدوا مع بعض وصووا كندا من صار اشي صغلة اسمها فدرال وبروفنشال هذول الشغلات اللي سووها صار في فدرال اللي هو فدرالية وبروفنشال اللي هي للمقاطعة قسموا بروفنسي اف كندا لانتاريو كيبيك هالشغل الثاني وصار اسم كل هذول الاربع مقاطعات دومينيون اوف كندا اذن دومينيون اوف كندا وصار في شغلة جديدة برضو واحدة بريتش نورث اميريكان اكت في 1867 اللي هو اعطى كندا اسمها الوفيشال وصار كندا دولة لحالها في 1882 الى هذا التاريخ 1882 كنا نحتفل بشغلة اسمها دومينيون داي بعد 82 لما وقعت الملكة التشارتر صار اسمنا كندا داي هون اول عملة كانت مسكوكة لكندا في 1923 اصدرت اول عملة باسم كندا طبعا دومينيون من سي تو سي لانه من البحر للبحر او من المحيط للمحيط هاي موجودة في النظام الكندي الان هذه التواريخ لازم تحفظوها جدا مهمة خاصة اخر تاريخ او تاريخين اللي هو دخول نونيفوت في 1999 ودخول نيو فاونلاندو لابرادور في 1949 هدول التاريخ اللي دخلوا في المقاطعات الكندية الى كندا هاي اللي بعدها مش مهمة كتير كندا زي ما حكينا انه كان اسمه مكدونالز هذا اول رئيس وزراء كندي هو مولود في سكتلندا وكان اول رئيس وزراء وصورته موجودة على العشرة دولار صورته برضو هون موجودة على اليمين زي بشوفوها عمدينو على كتاف الشخصية التانية اللي هو كارتية كان او مهندس من كيباك مو كان من مقاطعة كيباك فرنسي وهو كان برضو صار رئيس وزراء الهو اهمية في دخول النورث ويسترن توروتريز منيتوبا وبريتش كولومبيا لكندا فكان رجل مهم جدا هون صار في مشاكل بدهم يدخلوا منيتوبا وساسكاتشن والجماعة هدول لكن في 12000 متيس اللي هم متيس حكينا هم خليط بين السكان الاصليين وال البريتش او الفرنج وقادهم واحد اسمه لويس ريال هذا مهم جدا اسمه لويس ريال قادهم وعمل ثورة ضد كندا في ذاك الوقت وحاول انه يعمل دولي لحاله لكن سيرجو مكدونالز في 1870 بعد ثلاثة سنوات من الفيدريشن عمل زي حرب عليه وهرب ريال على امريكا طبعا ريال في 1870 اختاروه للبرلمان الكندي بس عمره ما دخل على البرلمان او جلس على مقهد فهو ما كان موجود في 1885 حاول ريال يرجع مرة تانية على مقاطعة ساسكاتشوان طبعا برضو حاول يعمل ثورة ثانية لكن مسكوا هناك اعدموا عشان هيك في ناس بعتبروا هيرو او بطن طبعا عشان هاي الحرب اللي صارت مع المتيس البرلمان سوى شغل اسمها Northwest Mountain Police في 1873 الشرطة لهذا هلا اسمها Royal Canadian Mountain Police or RCMP RCMP وفينا تسموهم The Mounties اوكي Royal Canadian Mountain Police في هون الصورة لأشخاص هدول هون هدول مش مش مهم كتير الان ندخل على ال ال الريال way طبعا في 1871 بريتش كولومبيا دخلت في الاتحاد مع كندا بس كان لديها الشرط انه كندا تمد خط حديد او خط سكة حديد بين شرب كندا وغرب كندا وفعلا اوتوا قررت ذلك ومعظم اللي بنوا هذا الخط الحديد معظم هم كانوا اوروبيين وشينيز ليبر جابوهم من للاسف بعد ما انتهى خط الحديد صار فيه عنصرية ضد الشينيز وهي معروفة وسووا عليهم شغلة اسمها هيد تاكس يعني كل صيني بده يضله في كندا ويدخل كندا كان هو الوحيد اللي لازم يدفع ضريبة ضريبة على الراس زي ما بيحكو ضريبة يعني عنده عشر ولاد يدفع مثلا 50 الف دولار شينيز على هذا العمل طبعا الخطط الحديد عملت كتير حركة نقل وتواصل بين شرق كندا وغرب كندا سير وولفرود لوريه صار اول رئيس وزراء كندي اول رئيس وزراء كندي من اصل فرنسي انا عفوا غلبطت تلك كارتية في الصفحة اللي قبلها كان رئيس وزراء لا ما كان رئيس وزراء سير لوريه أول فرنسي كندي اعجبت القناة بقى ما من كلك تعمل سبسكرايب لايك كومنت وشير